من جانبه شدد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وإنفاذ المساعدات بشكل كافي وأكد فيدان أن بلاده لديها العديد من المبادرات لإنهاء العدوان الحالي على القطاع الآن العالم لديه مخاوف كبيرة جدا من استمرار هذا العدوان وأعتقد أنه لدينا مبادرات مهمة في هذا الإطار التي زادت الآن المخاوف العالمي لاستمرار هذا العدوان وتطالب بوقفة لقنار الآن كل هذه الهجمات ومحاولات الاستطان التي تدعي بأنها تدافع عن حقوقها أو عن نفسها غير قانونية وفي كل مرة كنا لمدة سنوات نتابع محاولات الاستطان وأيضا الهجمات على الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية وهي الآن تسرق الأراضي الفلسطينية